الآن أنتقل إلى وجهة نظر سياسية من أسطنبوليا نظم لنا عبر الأقمى الصناعية محمد يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف السوري سيد محمد مساء الخير أهلا بك معنا التصعيد مستمر ولا اهتمام باتفاق أستانا القاضي بتخفيف التصعيد في بعض المناطق ولا حتى بالدول الضامنة إلى أين سيقود ذلك؟ مساء الخير لك ولمشاهدين الأعزاء بطبيعة الحال هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها الطيران الروسي وطيران النظام لن تؤدي إلى المزيد من العنف وتعزيز لمشروع الإرهاب في سوريا والمنطقة وأيضا تعطي تعزيز للمشروع الإيراني الذي يمتد وأصبحت مخالبه في سوريا وفي العديد من الدول نحن نعلم جميعا أن العنف لا يلد إلى العنف وهذه الطريقة التي تستخدمها روسيا وهي شريعة الغاب أو اللا قانون يعني لم يعد هناك أي موسوقية في كل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها والتي أصبحت لا تساوي الحبر الذي كتبت به وتنضم إلى سلسلة الاتفاقيات الفاشلة التي حاولت وقف إطلاق النار في سوريا ولم تزد إلا في قتل المدنيين واستهداف المراكز الحيوية كما ذكر تقريركم وخاصة المشافي ومراكز الدفاع المدني طيب دول ضمنة ألا يجب أن تقوم بمحاسبة الغير الملتزمين بالاتفاق مثلا أم كيف يجب أن تصير الأمور أليس هناك مراقبة على الأرض وما بعد ذلك محاسبة لمن لم يلتزم الحقيقة الذي نحن طالبنا به منذ زمن بعيد وفي بداية الجولات الأولى لمؤتمر الأستانة أن يكون هناك دول محايدة تراقب الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها وهذا لم يحصل مع الأسف الشديد نحن بالنسبة إلينا لا نعتبر إيران ضامن على الإطلاق هي في موقع العدو للشعب السوري والتي جلبت كل الميليشيات من لبنان ومن العراق ومن أفغالستان لتشارك في قتل السوريين لذلك هناك دائما مفارقة كبيرة بينما هو مكتوب على الورق ونصوص الاتفاق وما هي الوقائة على الأرض من إجرام مفتوح وأعيد وأؤكد أن هذا في النهاية لا يخدم الاستقرار والأمن سواء في سوريا أو في المنطقة كنا سمعنا أن هناك قمة تركية روسية لبحث ما يجري في إدلب ونقاط التصعيد وأيضا موضوع تخفيف التصعيد هل سمعتم بذلك؟ من الممكن أن تؤثر هذه القمة الآن؟ يعني الحقيقة تركيا تبزل جهدها لتطبيق الاتفاق لكن هذه الجهود مع الأسف حتى الآن لا تؤتي بثمار أو بنتائج ملموسة على الأرض بطبيعة الحال نحن ننتظر ما يتمخذ عنه لقاء الرئيسين أردوغان وبوتين ولجهة أن يكون هناك إلزام لتطبيق ما تتوفق عليه من خفض لمناطق التوتر ولجم خاصة نظام الأساد حيث أن هناك هجمة على إدلب لكن أيضا على الجانب الآخر هناك هجمة شرسة أخرى على ريف ديمشق وخاصة في الغطاء الشرقية نعلم بأن موضوع تخفيف التصعيد وفصائل العسكرية كانت تمهد بهذا الاتفاق في سبيل إيجاد حل سياسي وكان ذلك طبعا معارضة سياسية ممكن أن تستفيد من تخفيف التصعيد هذا في ظل ما يجري الآن في ظل عدم الالتزام بتخفيف التصعيد وفي ظل أيضا بالمقابل ما دعا إليه سيد ديمستورا بعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف قال في نهاية الشهر القادم نهاية ما بين نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر ممصير أي مفاوضات إذن يعني الحقيقة كل القرارات الدولية التي صدرت في الشأن السوري كانت تذكر ما يسمى إجراءات بناء الثقة وخاصة لجهة وقف إطلاق نار شامل وأيضا تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق صراح المعتقلين جزء كبير من هذا الأمر لم يحصل على الإطلاق خاصة في مجال إطلاق صراح المعتقلين اتفاق خفض التوتر كان يظن أنه يكون بداية لوقف إطلاق نار شامل وأيضا هذا لم يحصل بالتأكيد الهجمة الأخيرة ستلقي بظلالها على المسار السياسي وسنعود إلى الحلقة المفرغة التي عانينا منها والإعاقة التي يمارسها نظام الأسد دون حصول أي تقدم ملموس على الجانب السياسي وفي مفاوضات جينيف شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيد محمد يحيى مكتب يعضلها السياسية في الإطلاق السوري كنت معنا عبر الأقماص تنعية من إسطنبول موسيقى